اشتركوا في القناة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وبكل تأكيد الإشارة هنا البني إسرائيل لما جاءهم الأمر من الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبدلا من سرعة الاستجابة والامتثار للأمر الله عز وجل قالوا لموسى أتتخذنا هزوة فنفى موسى عليه السلام وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم قالوا لموسى عليه السلام أدعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون وبدلا من ترك الجدال وكثرة السؤال سألوا سؤالا جديدا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها تسروا من ناظرين قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رغم أن الله سبحانه وتعالى قال ففعلوا ما تؤمرون إلا أنهم سألوا عن لون البقرة فكان الجواب يناسب عنادهم نعم ضيق بني إسرائيل واسعا فضيق الله عليهم أعطاهم إجابة مركبة من ثلاث صفات أن تكون بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بقرة صفراء اللون فاقع لونها أي شديدة الصفار تسر الناظرين أي تدخل السرور على الناظرين إليها فلا يوجد بها أي عيوب سبق كل سؤال لبني إسرائيل أدعو لنا ربك ولم تكن أدعو لنا ربنا وهذا يدل على سوء الأدب ونقص الإيمان في قلوب المعاندين من بني إسرائيل وكانت الإجابة تأتي دائما من موسى عليه السلام بقوله إنه يقول وطبعا ده أعظم وقعا في نفوسهم وأدعى لامتثال أمر الله والاستجابة له في اللغة العربية أحيانا يطلق على اللون الأسود صفر زي في قوله تعالى كأنه جمالة صفر وهم النوك السود لكل لون درجات وأقوى درجة لها مسمى هتلاقي عندك مثلا الأبيض الناصع ده أقوى درجات الأبيض والأحمر القاني أقوى درجات الأحمر وأقوى درجات اللون الأسود هو أسود حارك أو أسود غربيب من الغراب وأقوى درجات اللون الأصفر هو الأصفر الفاقع فليس هناك في الألوان أسود فاقع ولكن هناك أصفر فاقع فلون البكرة هو أصفر شديد الصفار جزاكم الله خيرا